موسيقى يا أيها النصر فهذا شهر رمضان قد أومأ إلى الرحيل ولم يبق إلا القليل وبدت شموشه على أطراف النخيل فشمروا في العشر الأوافر عن ساق الجد والإتهاد وتزوروا من فضلها أنفس الزاد والتمسوا فيه ليلة القدر العظيمة الشأن واتهدوا في طلبها قدر الإمكان عسى أن تنالوا فضلها المدخر فإن قيامها أفضل من عبادة ألف شهر فهذه هدية من ربكم الأعلى فما أعظمها وغنيمة من بها عليكم المولى فما أكثرها قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى اختار الأيام فاجعل منهم الجمعة واختار الشهور فجعل منهم شهر رمضان واختار الليالي فجعل منهم ليلة القدر واختار البقاع فجعل منهم المساجر فاعتنموا رحمكم الله خير ليلة في خير شهر في خير بقعة اختارها المولى وزينها وزينوا ذلك بأنواه القربات التي تثمد قولا وفعلا الحمد لله الذي الذي يزيد ولا يزال الذي حكم على القمر بعد الكمال بالمهاق والأثور وقد ذل ذلك على انقداء على انقداء الآجال وأن دنيا ما فيها تنقضي وتزور أحمده سبحانه وتعالى وأستغفره من زهر وغفبة وذهل وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أكرم عبد وأعظم رسول أما بعد فيا عباد الله قد أعلمتم أن رمضان راشل ولم يبقى لشوال إلا الحلول مضى وانقضى كأنه ما كان شهد على المسيء بالإساءة وللمحسن بالإحسان فزوروا بالتاعة يا إخوان وأدركوا ما بقي من شهركم بالإتهاب ووضعوا شهركم هذا وقولوا لا أحشى الله لا أحشى الله منك يا شهر القرآن والغفرات ليت أيامك علينا بالدوام تطول فهنيئا لمن هو فيك مقبول وفي الحديث شهر رمضان معلق بين السماء والأرض ولا يفعوك إلا بزكاة الفكر وفقنا الله للقيام بمراعاة حدود هذا الشهر والقيام بحرمته وتقبل منا منكم السياء والقيام وأنا لنا ولجميع المسلمين الحظ الوافر من معفرته وردوانه وحفظنا وحفظ الخديمة بما حفظ به الآيات والذكر الحكيم يغفظ الله لما عملكم ولجميع المسلمين حسنا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة